السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي نظام المسارات يوم جديد ولقاء جديد مع مادة الفنون اليوم أعزائي الطلاب وطالبات سيكون موضوع بعنوان مواضيع الفن الأدائي لكن اليوم نحتاج فقط إلى عودة سريعة إلى الدرس الماضي الذي كان فيه الإنتاج في الفن الأدائي والذي كنا قد تناولنا فيه معلومة إثرائية عن الحداء أو فن الحداء طبعا حد الإبل أي ساقها وحثها على السير بالحداء طبعا تعرفنا على أن الحداء طبعا هو ترديد لبعض الكلمات بطريقة الحداء وقيل أنه ينطلق من مضر بن نزار بن معد بن عدنان عندما سقط من بعيره في إحدى أسفاره فانكسرت يده وكان من شدة ألمه يصيح يا يداه يا يداه وكان صوته جميل فتجمعت حوله الإبل الإنسان حينما يتعرض للألم فإنه قد يكون له أنين وقد يكون أيضا له أصوات أخرى تعبر عن الألم يعرفها الجميع يعرفها كل من تعرض للألم ولكن هذا الأعرابي كان له صوت جميل وكان حتى حينما يتألم ويقول يا يداه كان صوته جميل وبالتالي فإن الإبل تجمعت حوله وهو يردد يا هاديا يا هاديا ويا يداه يا يداه فانتشر الحداء آنذاك وأصبح رعاة الإبل يستخدمون التدوية وهي دعوة الإبل فيقولون داه داه ولا تزال حاضرة حتى وقتنا الحاضر ومن الحداء اشتق الغناء فوصف الشاعر الهوادج والرحيل وانطلقت المعلقات واشتهر بحر شعري عند العامة تطرب له الإبل يسمى هذا البحر من بحور الشعر الهجيني وكما تشاهدون في الصورة طبعا هنا أحد الرعاة يحدى الإبل يحداها يعني يردد سلوب الحداء في ترديد عبارات معينة أو أبيات شعرية معينة بطريقة معينة تجعل الإبل تنقاد معه ويكون عملية رعيها أو سوقها من مكان إلى آخر سهل بالنسبة لهم غير كذا طبعا أنه يقطع فيه الطريق عندما يردد هذه العبارات وهذه الهازيج ولا يشعر طبعا بوعورة الطريق أو صعوبته تخفف دائما ترديد مثل هذه الهازيج من المعاناة ومن الشعور بحرارة الجو أو حتى حرارة الأرض أو غيرها من الظروف والتضاريس الصعبة هذا طبعا في مراجعتنا للدرس السابق الآن سننتقل إلى بداية هذا الدرس أعزائي الطلاب والطالبات فموضوع أنه طبعا هو مواضيع الفن الأدائي فتستمد الفنون الأدائية مواضيعها من مصادر متعددة من الموروث الثقافي طبعا الموروث الثقافي والاجتماعي مثل القصص التاريخية والأساطير والفنون الشعبية وكذلك قضايا المجتمعات باختلاف أنواعها ويظل دائما الموضوع الرئيسي هو الإنسان وعلاقته بمجتمعه والعالم من حوله لنأخذ هذا النص بشيء من التفصيل فقد تناولنا فيه طبعا اللي هو مواضيع الفن الأدائي وكان موضوع الأول اللي هو القصص التاريخية طبعا يحتفظ دائما الآباء والأجداد بقصص تاريخية تراثية تعبر عن الاعتزاز بالمجد والفخر الذي قام به أسلافهم وينقلونها إلى أبنائهم الصغار أثناء سرد هذه القصص التاريخية طبعا تتغير نبرة الصوت تتغير حدة الصوت أحيانا أو حتى ثقل الصوت يستخدم مثلا أسلوب معين أو طريقة معينة في اختيار الكلمات وأيضا في إلقاء هذه الكلمات إذا كان الموقف يستدعي مثلا الخوف أو إذا كان الموقف يستدعي الشجاعة كذلك إذا كان يستدعي الحماس حتى عندما يكون مثلا في مجموعة من أبيات الشعرية لأنه عادة حتى الشعراء يثبتون التاريخ بالقصائد الشعرية فحينما يحصل حادثة ما في الدفاع مثلا عن الموقع أو المكان الذي يعيش فيه هذه المجموعة من الناس فقد يكون لديهم شاعر يثبت هذه الواقعة التاريخية بقصيدة ترديد هذه القصيدة بلحن معين يحتاج إلى أداء يحتاج إلى طريقة فنية في أداء هذه القصيدة أيضا عملية إخراج الصوت من الحنجرة يحتاج إلى مثلا مراعاة الطبقات الصوتية فعند الغضب مثلا يستخدم طبقة معينة وعند مثلا السرور كذلك تستخدم طبقة أخرى أو مثلا حتى عندما يروي القصة مثلا بشكل مضحك على بعض المواقف مثلا التي تضحك في هذه القصة التاريخية فإنه يستخدم أسلوب آخر فكاهي يستخدم نبرط صوت أيضا فكاهية تكون ممزوجة في نهاية بعض هذه الكلمات بضحكات أو قهقهات خفيفة هنا طبعا هذا أسلوب من أساليب الفن الأدائي في إلقاء القصة التاريخية على الأجيال القادمة طبعا هذا في التفصيل الأول جزء الأول في النص الذي سبق وانقرأناه قبل قليل عندنا بعد ذلك الأساطير الأساطير أعزائي الطلاب والطالبات طبعا هي قصص ليست حقيقية قد يكون فيها مثلا قوة خارقة للفرسان قد يكون فيها أيضا حيوانات غير طبيعية مثل تصف بصفات معينة قد يكون هناك ارتباط بالجن والعفاريت في بعض الأماكن الأخرى تعتمد القصة التاريخية طبعا ومحتوياتها على البيئة التي صدرت فيها هذه القصة أيضا تعتمد على طبيعة الإنسان الذي يعيش في ذلك المكان فدائما المكان والتضاريس الخاصة به تؤثر على الشخص وهناك طبعا الكثير من الأساطير الشعبية عندنا هناك كثير من القصص المختلفة الشجرة التي تنمو مثلا في ثانيتين أو في ثلث ثواني أو الشخص الذي نام واستيقظ ووجد أنه يحتضن ثعبان أو غيرها من القصص المخيفة طبعا كلها قصص أسطورية وليست حقيقية طبعا هناك أيضا مخلوقات وكائنات وحيوانات لها صفات ليست حقيقية الهدف من هذه القصص الأسطورية التأثير على الصغار وتحميسهم من أجل مواجهة الواقع وأحيانا التأثير عليهم وإظهار شيء من الشجاعة كلها طبعا تؤدي إلى أهداف معينة الأساطير مثل ما ذكرت لكم ليست قصص حقيقية وإنما فيها قوة خارقة للفرسان أو قوة خارقة حتى للحصان أو الفرس أو حتى البعير لدى هذا الإنسان هناك ممكن تكون أيضا قصص أخرى قوة خارقة أنه شخص واحد حفر بير مثلا في ليلة واحدة أو شخص آخر مثلا قاتل ألف فارس وتغلب عليهم هذه كلها تعتبر من الأساطير وليست حقيقية يستخدم دائما فيها الإنسان أسلوب الإلقاء بطريقة حماسية وأيضا بطريقة تعبر عن الفخر والاعتزاز بقوة هذا الشخص وقد يتم تكبير الحروف وتفخيمها أثناء الحديث عن هذه القصة وأحداثها من أجل التأثير عن المستمعين وإقناعهم بحقيقة وصدق هذه الأسطورة هذا طبعا الجزء الثاني عندنا الجزء الثالث الذي هو الفنون الشعبية الفنون الشعبية عزائي الطلاب والطالبات في القسم طبعا الذي نسميه الأدائي تعتمد على القصائد الشعرية والقصائد الشعرية لها مناسبات كثيرة طبعا قد تكون مناسبة زواج قد تكون مناسبة عيد مولود مناسبة دينية عندنا في زمننا الحاضر أيضا القصائد قد تكون مثل اليوم الوطني مثلا أو لذكرى التأسيس كلها طبعا هذه تعتبر مناسبات مهمة وعملية وجود قصائد فيها يعتبر من الفنون الشعبية أيضا الفنون الأدائية هناك أيضا الجزء الآخر غير القصائد وإلقاء القصائد وأسلوب إلقاء القصائد والتحكم في نبرة الصوت هناك الحركات اللي هي حركة العرضة فعندنا الحركة العرضة النجدية والعرضة السعودية في عندنا حركة أخرى للمنطقة الجنوبية حركة اليدين مع القدمين في حركة مثلا العرضة بالعصي في منطقة مكة المكرمة وجدة والطايف هناك أيضا حركات أخرى مثل ما يوجد في المنطقة الشرقية أو مثلا فن الدحة في المنطقة الشمالية أو الفنون الأخرى في المنطقة الجنوبية في جيزان وفي منطقة أبهى وخميس مشيط أو حتى في منطقة نجران عندنا بلادنا الحبيبة وطنان العزيز والغالي فيه مختلف الثقافات ومتنوع الثقافات الشعبية كل منطقة لها أسلوبها ولها نمطها لها لونها الفني الأدائي فهنا طبعا هذا ما يسمى عزيزي الطلاب والطالبات بالفنون الشعبية رابعا لهي قضايا المجتمعات قضايا المجتمعات طبعا مختلفة ومتنوعة ومتعددة يعني وكثيرة جدا ومنذ القدم طبعا كان الإنسان دائما يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه يتأثر بقضية ما حصلت في هذا المجتمع على سبيل المثال لو حصلت مثلا حادثة غرق مثلا أو حادثة حريق ومات فيها كثير مثلا من الأشخاص أو مثلا حادثة هجوم لصوص مثلا على قافلة أو غيرها من الأشياء هذه هنا طبعا تعتبر من قضايا المجتمع التحدث عنها وأيضا أدائيا قد يعني حينما يلقي الشخص يعني هذه القصة أو يسردها أو يتحدث عن هذه القضية سيستخدم تعابير مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق بهذا القضية وهذا المجتمع هذه طبعا لها فنون دائما ولها أسلوب هناك قضايا أخرى مثل الصداقة والوفاء وليسميها دراما المجتمع دراما المجتمع يعني حكايات عن الصداقة كيف مثلا شخص من الأشخاص تعرض لظرف من الظروف ولم يقف معه إلا صديقه الوفي والذي سانده عندنا في الأخير طبعا الموضوع اللي هو أصلا يعني أساس أو الموضوع الرئيسي لهو الإنسان وعلاقته بالمجتمع والعالم من حوله دائما الإنسان يعني حينما يؤدي بعض الحركات الأدائية في تعبير الواجه في نبرة الصوت في حركة اليدين في حركة الجسم ككل أو حركة الأقدام فإنه قد يعبر عن مشاعر طبعا غضب أو فرح أو سرور أو سعادة أو حتى مشاعر فخر وعتزاز قد تكون على شكل رقصات مثل الرقصات الشعبية أو قد تكون أي أن كانت فإنها دائما تعبر عما يدور في خلد هذا الإنسان وعن طريقة التواصل مع المجتمع المحيط بهذا الإنسان ولذلك كان العنوان الأخير أو لهو الموضوع الأخير من مواضيع الفن الأدائي لهو أن الإنسان وعلاقته بالمجتمع والعالم من حوله في التالي أعزائي الطلاب والطالبات سنتحدث عن الفنون الشعبية فهي الفنون التي تنشأ بين أفراد الشعوب وتتوارثها أجيالها وتنتقل بالرواية مثل الحكاية والأشعار والقصص والأهازيج التي يتم ترديدها لماذا تردد هذه القصص والأهازيج من أجل الترويح عن النفس ولتشجيع وبث الحماس بين أفراد الشعوب خلال مواسم العمل والحصاد والأفراح يعني يحتاج الإنسان إلى تحفيز من أجل العمل أحيانا يحتاج إلى تسريع للعمل فعندما تتم ترديد بعض الأهازيج أو بعض القصائد الشعرية العبارات التي فيها طبعا تكون عبارات تحفيزية ترفع الهمة وتزيد الحماس لدى الأشخاص الذين يعملون في هذا العمل وبالتالي يتم إنجازها العمل هذا بشكل أسرع ويتم فيه التغلب على التعب الذي يحصل من هذا العمل هنا في الشكل 148 هذا مشهد طبعا من مسرحية الأعشاء في افتتاح الدورة السابعة لسوق عكاظ الثقافي في مدينة الطائف وكان ذلك في عام 2013 طبعا بإمكانكم أعزائي الطلاب والطالبات يعني مشاهدة هذه المسرحية طبعا كل ما لكم هو كتابة فقط اسم المسرحية والمدينة والسنة التي تمت فيها ثم بعد ذلك ستظهر لديكم هذه المسرحية على محركات البحث في الإنترنت شاهدوها شاهدوا طريقة الأداء للممثلين الذين يقاموا بالأدوار أيضا تأملوا الإضاءات وتأملوا أيضا عملية الديكور واللوحات التي تعتبرها الخلفية التي توجد في هذا المسرح كذلك الأزياء التي يرتديها الممثلين الموجودين في هذا المشهد أو في أدوارهم التمثيلية أيضا طريقة مثلا اللحية طريقة التعبير على الواجهة الحركة لأن الإنسان القديم قد يكون يعني يديه حركات أقوى تعبيريا من الإنسان في الوقت الراهن اليوم نحن نتحدث بالتليفون كذلك نتحدث بالقرب من بعضنا البعض حتى لو كنا يعني أنا في مدينة وشخص آخر في مدينة أخرى أستطيع أن أراه من خلال الجوال ولا أحتاج إلى أن يحرك يدي وأعطيه حركات أخرى إضافية تعبر أو تساعد في التعبير على الكلمات التي أقولها ففي اختلاف طبعا مع مرور الزمن والأيام فهنا تأملوا الحركات التعبيرية الأدائية التي قام بها الفنانون في مثل هذه المسرحية وغيرها من مسرحيات سواء كانت تاريخية أو درامية أو غيرها من مسرحيات الأخرى ننتقل الآن عزائي الطلاب والطالبات إلى نماذج لبعض الأهازيج الشعبية في المملكة العربية السعودية مصدر هذه النموذج هو القناة الثقافية السعودية هذا برومو لبرنامج اسمه إيقاع الحياة من البرامج الجميلة الثقافية الإثرائية في مجال الفنون نلاحظ الآن في المرأة المقاطع التي شفناها أو اللقطات التي رأيناها قبل قليل فيه شيء ينتمي إلى البحر وفيه شيء ينتمي إلى الدحة الشمالية هناك أيضا ما ينتمي إلى المنطقة الجنوبية وهكذا فنشاهد الآن أنه عندنا في المملكة العربية السعودية التنوع الثقافي كبير جدا وجميل جدا وكما أشرت لكم طبعا مصدر هذا المقطع هو القناة السعودية الثقافية برومو لبرنامج إيقاع الحياة نكمل معا إن لاحظنا قبل هذه اللقطة كان فيه اللي هو المزارعين والحركة الإيقاعية التي يقوم بها المزارع في رفع المسحة أو رفع المعول وأيضا ضربه على الأرض لكن لا يحملون فيها معاهم معاول الآن وإنما هي رقصة فقط من أجل التحفيز قبل بدء العمل أو ربما حتى احتفالية بعد انتهاء العمل هنا سنشاهد الفرق في الزي يعني زي المزارع والفلاح يختلف عن زي الضيافة هنا هنا عندنا مناسبة سعيدة قد تكون مناسبة وطنية في الوقت الراهن وفي السابق قد تكون احتفالية بانتصار قد تكون ايضا تجهيز قبل مثلا الدفاع عن مكان أو غيره طبعا فنشاهد هنا طبعا اختلاف الزي واختلاف الأدوات واختلاف حتى طريقة الحركة الأدائية بين المزارع مثلا وبين الشخص الذي ذاهب إلى ضيافة أو إلى مناسبة سعيدة لاحظوا هنا عزي الطلاب وطالبات الفرق يعني قبل قليل كنا نتحدث عن الزي الخاص بمناسبة سعيدة أو ضيافة مثل ما شاهدنا الزي النجدي حركتهم كانت حركة يعني نوعا ما هادية وتميل إلى التقدم قليلا قليلا لكن مع طبعا إيقاعات معينة ترتبط أحيانا بدقة طبول أو ضربة دفوف هنا نلاحظ المنطقة الجنوبية الحركة لها علاقة بالقفز نظرا لعورة المنطقة للمناطق الجبلية وصعوبتها لاحظوا حركة هذا الرجل الآن كذلك عندنا هنا عزي الطلاب اللي هو الاختلاف في ألوان الأزياء يعني الأزياء اللي في المنطقة الجنوبية غير الأزياء اللي في منطقة نجد غير منطقة مكة المكرمة هناك حتى طريقة الضرب أو الإيقاعات على الطبول تختلف من مكان إلى آخر هناك بعض الأماكن تكون فيها الإيقاعات سريعة هناك إيقاعات بطيئة هناك يدخل إيقاعين أو ثلاثة إيقاعات مع بعض يعني يكون فيه دف كبير وفيه دف صغير هناك يكون فيه ثلاثة أنواع من الطبول لكل طبل في نفس اللحظة يعزف بإيقاع معين أو يدق بإيقاع معين فيعطي صوتا جميلا بناء على هذه الإيقاعات تتم الحركة هناك حركة خاصة بالقدم هناك حركة خاصة باليد وكلها طبعا تحفيزية وتشجيعية وأيضا تجعل الإنسان يتحرك بسرعة معينة حسب نوع الإيقاع وحسب سرعة الإيقاع نكمل معا هنا نلاحظ عزيزي الطلاب والطالبات اللي هو الزي الخاص بالناس الذين يعيشون في البيئة الساحلية هنا طبعا يختلف لبسهم عن لبس المزارعين عن لبس المنطقة في أهل نجد أو المنطقة الجنوبية أو حتى منطقة جيزان لاحظوا الآن الاختلاف في اللبس والاختلاف أيضا حتى في ربطة الشماغ أو العمامة على الرأس وكذلك نوعية الطبول أيضا ومسكتها تختلف أيضا حتى إيقاع هذه الطبول يختلف نكمل معا هذا المشهد في مواضيع الفن الأدائي عزيزي الطلاب والطالبات عندنا النشاط اللي هو اشتهرت مدينة الإحساب في المنطقة الشرقية بالعديد من الفن الأدائية ومنها دق الحب أو ما يسمى الدياسة ويسمى أيضا الدياس والتي اشتهرت بترديد أهازيجها في موسم الحصاد عندما يجتمع أهل القرية جميعا فالنساء يقومن بإعداد الموائد والرجال يصطفون بدائرة مع كل واحد منهم مقلاب أو عسب النخل وبحركة واحدة يرفعون العصي إلى الأعلى وعلى وقعها في الأرض بعدد متفق عليه من الضربات يرددون عبارات هذه العبارات أعزيزي الطلاب يالله اليوم يا منشي سحاب مضلي رازق العبد رزقا بالخفى ما هقابه ثبت عود العصي والعصب لارتفاع بشكل إنسيابي وحركة جسدية تتناغم مع الأهازيج وترتسم على وجوههم علامات الفرح والابتهاج والعمل بروح الفريق طبعا مطلوب في هذا النشاط البحث عن معلومات أكثر حول فن دق الحب من خلال الإنترنت وتعرف على ملامح هذا الفن وكذلك التدرب على أداء هذا الفن مع الزملاء في الصف وتحت إشراف المعلم يمكن طبعا استخدام بدائل عن عسب النخيل التي تعطي إحاء مشابه لسنابل أو العصي هذا طبعا عزيزي الطلاب والطالبات مقطع آخر مصدره القناة الثقافية السعودية من برنامج وثائقي يقاع الحياة وعنوان هذا الموضوع طبعا أو هذا البرنامج دق الحب نشاهد معا بداية هذا المقطع وحين تتزاحم المواسم الزراعية على أبواب واحة الأحساء يتزاحم الناس لمساعدة بعضهم البعض في جني المحاصيل ودق الحبوب وجر حبل الأغنيات حول موائد الحصاد تلاحظون هنا أعزيزي الطلاب والطالبات الحركة طبعا بإيقاع واحد الجميع مع بعض بيروح الفريق الواحد يتحركون يتجهون إلى أين إلى مكان العمل طبعا هذه تعتبر تحميس يعني الآن عزيزي الطلاب والطالبات لما نسمع الإيقاعات ونسمع اللحن هناك شخص يقول اللحن في البداية ثم مجموعة يرددون بعده هذا اللحن بصوت واحد هذا يدل على وحدة الصف يدل على أنه يعملون الجميع بروح الفريق الواحد نكمل معنا حتى نشاهد عملية الدياس طبعا يعني هنا عزيزي الطلاب والطالبات سنشاهد معا كل شخص ودوره يعني هناك من يحمل الحب وهناك أيضا من يقوم بعملية الدياس عملية الدياس اللي هي الضرب بأعواد أو عسبان النخل على الحب نفسه حتى تنفصل الحب عن القشرة وتصبح جاهزة للطحن هناك أيضا من يقوم بجمع الحب بعد أن يدق وهناك أيضا من يقوم بحمله إلى مكان آخر لهو مكان الرحى الذي تطحن فيه الحبوب لكن ما يهمنا الآن الحركة الأدائية الجماعية للفريق الواحد في هذه العملية الآن أريد منكم أعزيزي الطلاب والطالبات التركيز على الحركة الجماعية لاستخدام عسبان النخل في عملية دق الحب نشاهد معا هذه أعزيزي الطلاب والطالبات طبعا معلومة سريعة إذا أردتم طبعا مشاهدة هذا الفن الأدائي والاستمتاع بهذه الرقصة الشعبية وأيضا التدرب عليها يمكنكم كتابة الكلمات المفتاحية أو البحث مباشرة عن عنوان هذه الحلقة وثائقي إيقاع الحياة دق الحب طبعا هذا من البرامج الوثائقية الجميلة ومدته طويلة طبعا ليست فقط في هذه الدقائق التي أنا حصرتها لكم هنا ويحتوي على الكثير من المعلومات الثقافية الإثرائية لكم كذلك وحتى تاريخيا عن هذا الفن وأصوله بهذا أعزيزي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس وإلى أن نلتقيكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا